اشتركوا في القناة الجديد في الثاني من اغسطس المقبل كان فيه اجتماع مهم جدا في قناة النادي الاهلي امبارح وحضروا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وايضا كل من معالي الوزير الأستاذ عامر فاروق والأستاذ خالد دارندالي أمين الصندوق دكتور رانيا عنواني عضو مجلس الادارة والأستاذ الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي الاهلي الجديد والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين وحشام جمال المستشار الفني لشركة الاهلي الانتاج الاعلامي وايضا كل من الأستاذ محمد كامر رئيس مجلس ادارة الانتاج يبقى موجودة أنه هيبقى عندنا حاجات البثة هيبقى HD على الهي ديفينيشن فيبقى فيه تقنية أحسن في الصورة وتشوفوا الحاجات بشكل أجمل لأن قناة النادي الاهلي بيبقى أغلب المحتوى فيها رياضي أمام حضراتكم كابت محمود الخطيب وهو مع الأستاذ محمد كامل بيشرح له طريقة العمل في قناة النادي الاهلي وكان أيضا أستاذ عماد الغول موجود وكل طبعا أستاذ عماد الغول أيضا الرئيس التقني لقناة النادي الاهلي بيشرحه أستاذ عماد الغول أمام حضراتكم بيشرح له الكابت محمود الخطيب كيفية العمل في قناة النادي الاهلي قناة النادي الاهلي حاجة مهمة جدا حاجة مهمة جدا لأنها صوت النادي الاهلي درع النادي الاهلي حوار النادي الاهلي همزة الواصل للنادي الاهلي ما بينه وبين محبيه وأيضا لباقي الجمهور لأن قناة النادي الأهلي غير أنها بتخاطب جموع جماهير ومحب النادي الأهلي في كل مكان في العالم مش بس في مصر مش بس في الوطن العربي مش بس في أوروبا لا إحنا بنخاطب كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم في أي حتى في العالم أنت بتحاول توصل لجماهير النادي الأهلي ومحب وعشاق النادي الأهلي وأيضا باقي الجماهير مجلس دارة النادي الأهلي عايز يطور ماشي في خطة التطوير ما شاء الله شفته عقد الرعاية وتعاقد مع سركة بريزنتيشن على البث الفضائي دخلنا في قصة ما يقارب المليار جيني هو ده التطور هو ده الفكر الجديد في الإدارات الرياضية هو ده اللي انت تقدر تعمل بمستقبل لأن كرة القدم أصبحت صناعة والرياضة أصبحت صناعة النادي الأهلي طبعا القوام الرئيسي اللي موجود فيها كرة القدم النادي الأكثر شعبية وجماهيرية مش بس في مصر ولا في الوطن العربي بل في أفريقا كلها نادي القرن الأفريقي فبناء على هذا الأداء أو هذا الوضعية اللي موجود فيها النادي الأهلي لازم تطورها تطور باستثمار تطور بفكر جديد بأسلوب جديد تقني على أعلى مستوى من الاحتراف عشان تقدر تواكب العصر وانت في الصدارة ممكن يبقى صعب ان انت توصل تبقى في الصدارة ولكن الأصعب ان انت تستمر عليها وان انت تفضل تنافس الباقي وانك أيضا عايز تبقى أحسن من كده في الأكثر تطويجا في العالم وعايز توصل لأفاق أبعد لأن جمهور النادي الأهلي دايما ما عندوش حاجة معينة بيفضل عليها يعني أنا بطل الدوري أكثر أربعين مرة لا عايزين تاني بطل دورة أبطال أفريقيا تمام مرات لا عايزين تاني خط تلت علم الأندية لا عايز أخذ بطول كسلعام الأندية كل هذه الأمور طبعا مع كل الرياضات الجماعية مع حوارات طبعا الجماعية الأمامية للنادي الأهلي كل ده في ذهن مجلس إدارة النادي الأهلي وكانوا موجودين بالأمس في قناة النادي الأهلي عشان يطوروا هذا الأمر عشان يبتدي يبقى فيه تطوير لكل جمهور النادي الأهلي مطشرة الدوري المصري هتكون معانا ولكن بعد انتهاءها وده اللي بيحصل فيه كل قناة الأندية في العالم سواء في قناة برسولونا في الريال في مانشنس رونايتد مانشنس سيتي كل هذه الأمور بتزيع المباريات عليها بعد انتهاءها مباشرة وبرضه قبل ما أقول لحضراتكم على باقي الأمور لدينا تقرير مهم جدا مع كاتب الصحفي أواء المشفعام على قناة النادي الأهلي الأستاذ حامد عز الدين عايز أقول لحضراتكم أن الاجتماع شاهد مناقشات موسع حول رؤية المستقبلية لقناة وتوفير أحداث عصرية تخصها دون غيرها فضلا عن قيامها بإزاعة كل المباراة الأهلي في الدوري بعد نهايتها بالإضافة إلى إزاعة مباراة الفرق الجماعية بالنادي واللي بتراعها شركة بريزنتيشن وكنكلف المجلس طبعا الأستاذ خالد توحيد بتقديم تصور للخطة البرمجية الجديدة اللي إن شاء الله تحوز على أعجاب حضراتكم إن شاء الله تكون دايما قناة الأهلي اللي بتلم كل الأهلوية على حب النادي الأهلي والأرقام القياسية نطلع نشوف التعرير ونرجع نكمل الأخبار النهاردة بصفة عامة مردود القاعدة كان كل شيء عظيم جداً لأن إحنا بنبدأ مرحلة جديدة في العلاخة مبين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي اللي لها مجلس إدارة وليها لجنة فنية ومبين شركة بريزنتيشن المديرة لقناة الأهلي خصوصاً بعد ما حصلت على حقوق البث الحصرية لمباراة الأهلي لمدة أربع سنين اتفق أنه إحنا بنعمل تطوير جديد في الشكل وفي المضمون بعد تولي الأستاذ خالد توحيد مهمة رئيس القناة في الفترة المقبلة فاتفق على أن يوم 2-8 هيكون هناك ريلانشنج يعني إعادة إطلاق إعادة إطلاق وليس إعادة تغيير وفي التغيير وحيتغير البلاتو بتاعه مع ديكورات جديدة مع طبعاً تغيير حيبقى على مراحل للكنتنت لمضمون القناة من خلال برامج جديدة وهكذا خصوصاً أيضاً أنه العقد مع شركة بريزنتيشن بعد حصولها على خلبس خلبس بداية المباراة يعني مجرد انتهي المباراة هيبقى الأهلي عنده الماتيريال الكامل نقطة تانية اللي كلمنا فيها طبعاً إن هناك حقوق أخرى لشركة بريزنتيشن هتسمح لها أن يبقى عندها المزيد من المواد الحصرية من الأهلي زي كل المباراة بتاعت فرق الناشئين فرق الكبيرة كل المباراة الوديعة تبقى إن شاء الله حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي وإن شاء الله تكون دي مرحلة مبكرة لإطلاق قناة الأهلي بلاس ون اللي هيبقى ممكن تبقى هي متخصصة في شوية في البرامج عندما يكون الهوى هيبقى عندنا كتير إضافة طبعاً لكل مباراة الأهلي في الألعاب الأخرى مباراة الصلاة باسكتبول والفوليبول والهندبول وما إلى ذلك وبإذن الله تبقى قناة الأهلي بعد الإطلاقها الجديد هي المصدر الأول لأي خبر يخص النادي الأهلي أنا بعتبر إن الفترة الماضية بالنسبة لقناة الأهلي كانت فترة استثنائية لكن إن شاء الله أول ما الأهلي في الفترة الطبيعية يعني العصر الطبيعي الهادي اللي كل واحد عارف هو فيه وعايز إيه إن شاء الله الأهلي تبقى في المكانة التي تسحقها خصوصاً إنه حتى في الفترات الاستثنائية فجمهور الأهلي يضع قناة الأهلي في المرتبة الأولى بالنسبة له طالما بالنسبة له يبقى بالنسبة للناس والله اشتركوا في القناة لطبعا مشاهدين عشان يبقوا مستمتعين بكل ما يدور داخل قلع الحمراء وايضا خارجها في اطار رياضة نروح لجنة الكرة في النادي الاهلي وبحث ملف القائمة الموسم جديد مع كابتن محمد يوسف لجنة الكرة في النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعا مع الكابتن محمد يوسف المدرب العامل على فكرة الخبر ده مهم للغاية. هقول لحضراتك وليه القائمة بعمل مدير الكرة ليه تقديم تصور شامل لقوام الفريق لدراسته مع كافة الجوانب قبل العرض على المدير الفن الجديد اللي هيتم تعاقد معه تخاذ القرار النهائي سواء في القائمة الجديدة او تحديد عناصر اللي هيتم عارتها وعن التعاقد مع الصفقات الجديدة اللي بيس على النادي الاهلي اللي ضمها قال كابتن محمد يوسف ان الاهلي يملك مجموعة من افضل لعبين في مصر هناك العديد من المواهب الشابة والقائمة في الموسم الجديد ستكون 25 لعبين فقط وبالتالي سيتم التحرك في هذا الملف بحسابات ضقيقة في المراكز اللي تحتاج تدعيم حقيقي ولن يلجأ الاهلي لسياسة الشراء من اجل الشراء والشوء الاعلام وأكد ان هناك مصلحة عامة لابد من الحفاظ عليها والعمل من اجلها وانتلاق بقى فترة الاعداد الجديدة هيستقنف تدريبات غدا السلساء ويكون تركيز على الجانب البدن الحين وصول مدير الفني الاجنبي اللي هيكون بعض النقاط فوق الحروف هنا موضوع مهم للغاية مهم للغاية لأن الميت سيزن أو يعني الافتر سيزن بريساشن وطريقة التحضير ما بين المواسم هي دي اللي بتفرق نوعية الاحتراف ما بين الاندية أقول لحضراتكم طبعا أدي أمام حضراتكم يا كابتن مدير التعقدات كابتن حسام غالب منصق العام دي المجموعة العمل ورشة العمل الجديدة في لجنة الكورن ندي الأقلي طبعا بريسة كابتن محمود الخطيب وجود كابتن على عب صادق وأيضا الكابتن علاء ميهوب في طريقة تحضير المواسم الجديدة كل شيء في الاحترافية بيتم على الاحتياج أدي برضو كابتن عبيز عب شافي واحد من أيضا الخبرات اللي موجودة كابتن سامير عدل المدير الإداري كابتن فتح مبروك عشان يبقى حضراتكم كل اللي موجود في الصورة تبقى حضراتكم عارفين اللي اجتماع بيبقى يشمل مين وأكيد طبعا سيد العميد محمد مرجان مدير التنفيذ للنادي الأهل ودكتور عصام سراج أهو أمام حضراتكم في الصورة مدير التسويق بيبقى ما بين كل سيزن سيزن بيخلص العندات الكبيرة بيكون التعامل معها بالأرقام الأرقام دايما ما بتجدبش أرقام دايما هي اللي بتديلك الحقيقة اللي انت فيها يعني أول حاجة بيكون أي مدير فني بيبتدي يرتبها وأي مدير كورة وأي مدير قطاع بيبتدي يرتبها هي الأرقام أنا حققت إيه في الموسم الماضي دي أول حاجة إيه أهدافي في الموسم الحالي طبعا دي كابتن عدل قيعي مدير التعقدات طبعا الخبرة الكبيرة اللي في النادي الأهلي مش في العام بقى أعلى التعقدات لإني دخل معاك كابتن محمد فاضل التيم ورقة يبقى على أعلى مستوى الأستاذ جمال جابر طبعا في المركز الإعلامي يعني الفول تيم للنادي الأهلي اللي إن شاء الله يقصر لنا الدنيا هرجع ليه النقطة المهمة وهي موضوع ملف القائمة الموسم الجديد كابتن محمد يوسف الآن هو معاك كابتن سامي قمصان اللي أمام حضراتكم فيه الصورة داخل معاه دول حتى أن يأتي مديرا فنيا أجنبيا هم المسؤولين عن فريق كرة القدم الآن كابتن محمد يوسف وكابتن سامي هيبتدوا يشوفوا أرقام الموسم الماضي الفرقة لعبة كم ماتش حقق كم فوز نسبة مشاركة اللعيبة أنا عندي كم لعيب المراكز اللي أنا محتاجها وهنا أهم علامة بتحط تحتها نقاط وخطوط وكل شيء واللي بيترسم عليها خريطة الموسم الجديد أن النادي الأهلي حينما يتعاقد مع لعب هو لا يتعاقد مع لعب مجرد التعاقد عندنا في مصر للأسف في فلسفة التعاقدات وخلاص يعني أنت بتقيس الفريق بهو عمل قدية تعاقدات مش بهو حقق إيه فبتيجي قبل السيزن تقول إن النادي الفلاني عمل 1 2 3 4 5 6 12 صفقة 14 صفقة ده ماشي كويس قوي يا النادي الفلاني عمل كذا وفي الآخر المحصلة إيه هي المضمون إن أنا بخش السيزن بحط أمامي أهدافي نادي الأهلي أهدافه مختلفة لأنها أعلى من أي أهداف أخر نادي الأهلي بحط الدورة العام بحط كاس مصر كاس السوبر ودورة أبطال أفريقيا كل البطولات اللي بيشارك فيها بيحطها كأهداف والهدف الرئيسي ودي كابتن شطة واحد طبعا من النجوم الكبار والتحاد الأفريقي وحاجة جميلة جدا من أبناء النادي الأهلي موجود أمام حركه ودي كابتن محمود الخطيب يظهر في الكدر فلما بيتم تحديد هذا الأمر بيبتدي كابتن محمد يوسف بيشوف هذه الأرقام واحتياجاته والنادي الأهلي محتاج إيه من ناحية الفنية في ألفات الجبلة في بعض المعض المراكز وحتى كابتن محمد فضلك والبشمهان سعد القيعي حينما تتحدث معهم هتلاقي هذا الأمر الأهلي بيتعاقد مع النوعية اللعيبة اللي في المراكز التي يحتاجها مش مجرد أنه هتعقد وخلاص وبعد تقليص القائمة لـ 25 لعيب هناك بعض اللعيبة هيتم الاستغناء عنهم على حسب احتياج الفريق لجهودهم ولا لا الاحتياجات دي ما بيجيش بالتخيل ما بيجيش بالوايا ما بيجيش أن أنا بالفهلاوة أن أنا شايف اللعيب الفلاني أحسن من اللعيب الفلاني وأنا قاعد كده وبفكر وببص قدام لا كلام ده ما بيجيش بقرار بهذا الشكل بيبقى فيه دراسة دراسة جيدة جدا لكل لعب في تدريبه في أداءه في سلوكه في كل هذه الأمور طبعا السلوك داخل النادي الأهلي ما فيش خلاف عليه ولكن أنا بديل حضراتكو بشرح هذه الأمور بوضع عام المدير الفني لما يجي يختار لعيبة يكمل معاه أو لعيبة يستغنق عن خدماته بيبقى بناء على إيه في النادي الأهلي أو في المنظومة الاحترافية ما فيش حاجة اسمها حبه وكره ما فيش حاجة تاني اسمها حبه وكره ما فيش عشان أنا أصلي بحب اللعيب الفلاني فهو قاعد وعشان اللعيب العلاني أنا ما بحبوش فهو ماشي زي في بعض الأمور الأخرى أو في بعض الأماكن الأخرى النادي الأهلي ما فيش الكلام ده نادي الأهلي هذا اللعيد له طريقة أداء معينة على طريقة أدائي أنا أنا طريقة أدائي هجومية فيها توازن دفاعي بلعب بالشكل الفلاني محتاج لعيب عنده في هذا المكان إمكانيات بالشكل المعين فبحتاج تدعيل أيضا بيكون هناك قياسات وده من الحاجات المهمة جدا اللي في أي فترة أعداد هي قياسات القياسات بتديك أرقام والأرقام بتعطيك الحقيقة أعطاء الأرقام مرة أخرى هي اللي بتديك الحقيقة أنت بتعرف أنت فيه من القياسات إحنا هنا في مصر بناخد كل حاجة فهلوة لعيب الفلاني آه ده بيجري قياس أول لعيب الفلاني آه ده بيعمل باس قياس أول وتيجي تعمله قياسات تلاقي الأمور مختلفة تماما والواقع هو قياسات عشان كده في كل دول العالم المتقدمة قرويا موضوع القياسات وموضوع الأرقام هو اللي بتبني عليه الشغل السيزن والمواسم كلها ولما بيكون فيه نقطة مهمة جدا كابتن محمد يوسف تحدث عنها في الخبر أن المدير الفني الأجنبي لما هيجي يخش آه إحنا معنا على الهاتف البشمهندس عدلي للقيعي طبعا يعني هنقول بقى بشمهندس الصفقات وفي نفس الوقت واحد من النجوم اللي موجودين معنا في قناة النادي الآلي بسأل خير يا بشمهندس وكل صاحرك طيب بسأل نور وحضرتك أستاذ المشاهدين كلكم خير يا رب كنت عايزة أخذ رأي حضرتك في الأول عن اجتماع كابتن محمود الخطيب في قناة النادي الآلي بالأمس والحوار عن التطوير رأي حضرتك في هذا الأمر بالتأكيد في منفات كتير جدا ويتم حلات بعض يعني كانت خطيب بعد ما خلص الرعاية ثم البس وكان في نفس الوقت بيعمل على استخرار طناة تطويرها قدوم واحد قيمة وخبرة وقامة واحترام لساس خير التوحيد فيجون إضافة بإذن الله لكن الآن نحن نقول للناس كلها يا جماعة إحنا مش في سبق يا جماعة إحنا ناس بتعمل الصح وبتاخد وقتها في الدراسة وبإذن الله يعرفوا إن كل شيء حيكون على الآن لا يرام لأن الكل بيعمل لصالح النادي الآلي ولا يتدخل جاهدا وكل الأسماء التي تم إضافتها سواء في الكورة في التسويق في التعاقدات في القناة هي أسماء جديرة بأنها تضيف وتطور وتدفع بالتفاعل بإذن الله طيب بشمهندس حضرتك النهاردة كان فيه اجتماع للجنة الكورة وملف قائمة الموسم الجديد وبعد الملفات اللي بتدرس جيدا من أجل الموسم المقبل عايز أعرف من حضرتك يعني كان الجلسة اليوم فيها إيه من تحديد المهام خلي بالك أن الكورة لا ينقص الآن إلا المدير الفني والذي بحضوره تنطلق جميع الملفات وبعض الأمور العالقة نعم يعني يجب بعد ما يطلع على القائمة يطلع على الموجود يطلع على الناشئين حيتدي يقول محتاج دعم ولا مش محتاج دعم وذا كان عايز دعم هيبقى من الناشئين ولا من برة حيتدي يطرع عليه كل الأسماء اللي كنا مرشحين قبل كده فالمسألة يا جماعة تاني عشان نشتغل صح مش محتاجين لضغط إن كلهم عايزين خرق لكن اختربت الأمور بإذن الله إلى تجاه الحص وكل شيء حبقى كمان التمام دون الدخول في تفاصيل مش وقتها طيب باش مهندس بدون الدخول في تفاصيل التعاقد مع المدير الفني اللي الناس كلها بتسأل من هو على أي أسس بيتم التعاقد على مدير فني أجنابي للنادي الأهلي لأن بعض الناس بتقول إحنا عايزين مدير فني يكون اسمه فقط بعض الناس بتتكلم إن النادي الأهلي تأخر في التعاقد مع مدير فني فحابب من حضرتك توضح لنا حابب تأخر أنا وأتأخرش يعني نتأخر ما ليه يعني هو إحنا إيه اللي وجد أن يتخلينا أن دلوقتي الدور متوقف ولسه كأس في العالم لم يبدأ ولم يبدأ لقسم الجديد إلا بعد كأس العالم نعم الوقت فيه من المتسع إن إحنا نختار صح مفيش داعي إن إحنا نبقى تحتضغ آآ الوقت ولا الظروف وفي نفس الوقت لدي نفهم آآ إن إحنا المدير فني أو عادلة طبعا السي بي مهم جدا نعم الشخصية أيضا مهمة جدا نعم قدرته على التعامل مع الأزمات مهمة جدا وبعدين طبعا إنه الجانب الإقصادي اللي لن يدخل ولكن أيضا لن يستطرق إلى أرقام مبالغ فيها نعم فكل شيء حيمشي بشكل جد اللي يطام من جماليرها ولهم يعرفوا إن القائمين على أمر أرجورة هم يعني أعلى ناس في مصر وفي نفس الوقت حارسين جدا على النجاح بشمهندس بالنسبة لموضوع الصفقات أيضا نفس الأمر النادي الأهلي هل هيتعاقد مع المراكز الصفقات اللي هو في احتياج لها ولا هيبقى موضوع التعاقدات من باب أن أنا هجيب صفقات جديد بأسامي وفاقت يعني عايز أعرف من حضرتك إنت أجاوة أه نحن نفس عائلين عائلين حيبا فيه ترشحات وفيه مدير سن حيبص وعلى أرض الواقع حيبا يعرف حنزعوا من 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 برة وعندنا 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 ناشئين وعندنا ناس وعارات لازم الأول نبص على اكتفائنا وبعد كده إذا كان فيه نقص مش موجود يبقى نجيبه الخارج الخارج ده يسوء المحني يسوء الخارج إذا كان فيه حد في السور المحلي أفضل من اللي عندنا مش هنبخل إن احنا نجيبه نعم أو هنجيبه يسوء الخارجي فمن فضلكم الموضوع المحتاج من نوع من الصبر ومش لوقت طويل فيه من ذلك طيب أنا عايز كلمة من حضرتك لجمهور النادي الأهلي لأن حضرتك بيبقى ليك مردود كبير مع جمهور النادي الأهلي من الموسم الجديد لأن طبعا الجمهور دايما بيبقى حاوب حابب أنه يتمئن على الفريق وحابب يتطمن على طريقة التعقدات وحابب يتطمن دايما على النادي الأهلي بيش مهندس أنا أقول بجمهور اللي هو طول عمره سند النادي الأهلي طول عمره يصق في النادي الأهلي هو الجمهور الذي استمتع بغطلات وتقاليد وقيم وتاريخ ورموز وتبادل معه بالثقة والحب تسليك على هذا المنوان ما فيش ما نعمل تقلق لكن قلق الواسق قلق المتطوخ اللي عادي يبقى الأول بإذن الله كلنا هنبعد بحوص نظام ولاي دائما فوق الجميع وقضيما بإذن الله بإذن الله بشمهور سعاد لي أخذ حضرتك كده اللي رأيك سريعا هل تفاجأت من أي من الأسماء اللي تم استبعادها من قائمة منطقة بمصر لا 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 بالعكس بالعكس بسا كان فيه أسماء تانية يجب استبدالها بحراء من المحليين لكن خلاص اللي استبعاده هم الأقرب إلى المنطق بعضهم جديد طبعا كان يلاقي فرصة لكن خلاص سأتعملهم أو كان لازم تستبعد حد يعني نعم ودي ده حل فرصة القدر يعني أنا رأيي أنه كان يستطيع أنه يركز على هو يعني تشعر المضام لأس عشان يستبعد يعني وربنا نحاول بقى احنا مش وارك التلام وننقضي كتير كل ما نتمنى الخير اللي نحط وزنت أضع الكثار على الأهزاء بتاع المعظم المصري اللي جايما يبقى ماشي عكس الطيار فأنا دعاكي مش كونسين لا حنبقى كونسين في كاس العالم بإذن الله بإذن الله بشمهندس عدل القاعي واحد من نجوم قناة النادي الأهلي وأيضا مدير التعقودات والمشرف العام على الاقتقادات في النادي الأهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا خلينا أقول لحضراتك أن غدا إن شاء الله في العشرة مساء غدا للسلسات هيبتدي فترة الإعداد مع كابتن محمد يوسف فترة الإعداد هتبتدي بكرة إن شاء الله في تمام العشرة مساء طبعا في شهر رمضان فببقى لهذه الأمور أنه بيتم تأخير التمرين لطبعا العديد من الأسباب أبرزها أنك تاخد فترة ما بين الفطار وما بين معادة التمرين عشان تبقى جاهز في هذه الفترة بعد طبعا النادي الأهلي خد فترة راحة من بعد آخر لقاء في الدورة الممتازة هو لقاء النادي المصري اللي فاز فيه النادي الأهلي ولكن هذه الفترة طبعا هتبتدي ببعض الجوانب البدنية كابتن محمد يوسف يبتدي شغله مع الجهاز الفني بيحط العديد من الأمور يبتدي يجهز اللعيبة من الحالة البدنية عشان يبتدي يخشه في السياق أول ما يجي مدير فني أجنبي تبقى بالنسبة له الفرقة جاهزة تخش على الشغل الجديد لأن كل مدير فني هيبقى له فلسفة ولكن لازم اللعيبة تكون جاهزة لازم الحالة تكون جاهزة عشان يكون الراجل جاي يشتغل على تراك شغال ما يبتديش يشتغل من الصفر ودي نقطة مهمة جدا وبتفرق فيه نوعية الأندية المحترفة أن لما ييجي مدير فني أو ييجي أي منصب في جهاز الكرة أو خارج الكرة بييجي ما يبتديش من الصفر ودي نقطة تفاوق النادي الأهلي تاني هكررها ما ينفعش كل حاجة احنا بنعملها ييجي حد جديد يبتدي من الصفر لا التراك شغال في الأمور وماشى فيه نصابها لعيبة بتدت تشتغل في كل الجوانب أنا مش بس بتكلم على قرات القادة بتكلم على كل الجوانب لازم يكون عندك دايما الترسي شغال دايما الحركة منتظمة دايما الحركة دقيقة وصلبة في مكانها عشان تقدر توصل ليه هدفك وييجي إن كان فيه مدير فني إن شاء الله أجنابي هيجي يكون عنده خبرات يكون عنده فلسفة يبقى سهل عليه أنه يطبقها واللعيبة جاهزة إنها تستقبل منه كل هذه الأمور حاجات مهمة جدا إن شاء الله هتكون في الفترة المقبلة نهيطلع فاصل وعادي نرجع ونشوف مع حركة أخبار المنتخب والمنتخبات ويوعة تروح بعيد عشان نجي لأه حديث ونروح لأخبار المندي ونبدأ بأخبار منتخبنا الوطن الخبر اللي تصدر المشهد اليوم هو خبر إعلان المدير الفني الأرجنتيني هيتر كوبر مدير الفني المنتخب مصر عن القائمة الكل كان في دماغه أسماء الكل كان في أدهنه كده بعد من اللعيبة اللي كان فيه قناعات عندهم إن هم لازم يكونوا موجودين كل واحد فينا عنده قناعات وعنده اخترارات وعنده أسماء هو شايف إن هم كانوا الأقدر ولكن في الأخير هو هيتر كوبر اللي مسؤول عن هذا الأمر وهو إكتر كوبر اللي حسب عن اختياراته واختياراته على حسب التفكير وطريقة اللعب اللي هو مركز فيها خلينا نقول الأسماء وبعدين نعقب هنتكلم على إن الـ 23 لعيب اللي خدهم معاه فيهم ستة لاعبين من النادي الأهلي وده وضع طبيعي ولو حسبنا كمان رمضان وتريزيجي وبعد اللعيبة وحجاز اللعيبة اللي محترفين هتلاقي إنه ما شاء الله قائمة المنتخب فيها مش أقل من 8-9 لعيبة من النادي الأهلي إذن القوام الرئيسي من منتخب مصر هو من النادي الأهلي وده يديك انطباع إنه إن شاء الله هتكون الأمور على أعلى مستوى في حراسة المرمة عصام الحضري ومحمد الشناوى الشريف إكرامي ومحمود وأحمد حجازي محمد النني وعمر جابر محمد صلاح طريق حمد محمود قهربة تريزيجي وعلي جابر رمضان صبحي عمر وردة سامورسي محمود حمدي الوينش مروان محسن وأحمد فتحي وسعد سامير دول اللعيبة اللي خدهم مستر هكتور كوبر وجود شريف إكرامي في القيمة ما هواش بالنسبة لنا مفاجأة شريف حارس كبير شريف حارس عنده خبرات شريف حارس كان هو الحارس النادي الأهلي الأول لفترات كبيرة شريف حق دوري أبطال أفريقيا مرتين مع النادي الأهلي هو حارس وكان له ماتشاط كتير جداً كان له الدور الأجدر أن النادي الأهلي يصنع معه فارق ليفوز بهذه البطولات شريف الموسم قبل الماضي كان الأهلي بيلعب المقصة وبينفس المقصة على رقب الدوري وصد درب الجزاء في لقاء المقصة من أحمد الشيخ اللي هو أصلاً لعيب النادي الأهلي الآن وكانت لحظة فارقة ده بعد اللقاطات ماتش منتخب مصر أمام كولومبيا اللي كان من غير أحمد محمد صلاحه ومحمد إنني وقبل ما أكمل على طريقة أداء منتخب مصر هتكلم على كلام كابتن طارق سليمان عن شريف إكرامي اللي قال أنه هو استحق طبعاً أنه يكون متوجد كابتن طارق سليمان موجود مع النادي الأهلي منذ فترات كبيرة من فترة كابتن حسام البدري وبعد كده كابتن محمد يوسف ثم مارتين يول وأعتقد وكمان وجود كابتن حسام البدري مرة تانية فالشريف إكرامي من اللعيبة اللي تعامل معهم كابتن طارق سليمان كتير وطور كان دور طبعاً أي على أعلى مستوى أيضاً حارس جريء وعنده خبراته أمام حضراتكم تشايفين في لقاءات شريف إكرامي كان هو من يصنع الفارق للنادي الأهلي أي حارس في العالم بيكون له فترات مش على أعلى مستوى فيه أي حارس في العالم بيجي له بعض الفترات الأداء ممكن ما يبقاش على نفس مستوى اللي انت متعود عليه منه فوضع طبيعي أنه بيكون هناك متغيرات ولكن مستر كوبر لما بيجي يختار ثلاث حراس عشان يلعبه في المنديال بيكون طبعاً معاك كابتن أحمد ناجي متخصص حراسة المرمى وأيضاً المدرب حراسة المرمى بيبقوا لهم رأي أنه هو بيلعب على هذه الخبرات المستوى الأداء الشخصية وكل هذه الأمور بتصب فيه مصلحة إن شريف إكرامي يكون موجود في قوام الحراسة الثلاثة في كأس العالم الموضوع بالنسبة له ما هوش تكريم وما هوش أنه هو في القائمة خلاص لا ده هيبقى له دور ودور مهم جداً والثلاث حراس ما شاء الله أصلاً لو بسيت عليهم هتلاقيهم من النادي الأهلي سواء الحضري حارس الأهلي السابق سواء الشناوي حارس الأهلي الحالي وأيضاً شريف إكرامي حارس الأهلي الحالي وده من الحاجات اللي كان أوضح أيضاً كابتن طارق سليمان إن الخبرات اللي بيملكها شريف إكرامي تأقلمه عجواء منتخب مصر وراء اختياره في القائمة النهائية وقال إن حواده حارس كبير وبينتظروا المستقبل جيد وده حاجات من الحاجات المهمة أيضاً تمنى العواد التوفيقه أيضاً في نفس الشيء كابتن طارق سليمان كلامه في هذا الأمر منطقي وفني للغاية بعد من اللعيبة اللي خرجوا من قائمة منتخب مصر هي منطقية حتى باشمان سعد القائعة تحدث وكل الخبراء تحدثوا إن هي منطقية يعني لو هنتكلم على خروج محمود عبد عزيز خروج عواد خروج أحمد جمع عمر طارق كريم حافظ بالنسبة لهم طبعاً كل اللعيب حلمه كبير على مصالة العالي إنه لعب كاسعالي كل اللعيب عنده طموحات إنه لعب كاسعالي ولكن في الآخر هي اختيارات مدير فني يعني بعض من الناس أنا واحد من الناس اللي كان وجهة نظر إنه العمر السولية يجب أن يكون متواجد مع منتخب مصر لأنه في مكانه مختلف عن الآخرين مختلف عن حتى اللي موجودين في منتخب مصر في بعض المهام وأنه هو يكون موجود في قوام اللعيبة اللي موجودة في خط الوسط هو مختلف ولكن مستر كوبر شايف إنه سام مرسي يعني يكون متواجد معه لحسب فلسفته وهو طبعاً في الأول وفي الآخر كل واحد فينا هيبقى عنده بعض ولكن في هذا الأمر الأمور إلى حد كبير مقنعي ممكن المفاجأة الوحيدة بالنسبة لنا وهو اختيار كوبر ولكن كوبر أنا مش هتكلم عن رأي الجمهور هو لم يقنع أصلاً المدير الفني في الفترة الأخيرة يعني كوكا مع فرقته في براجا في البرتغال بيبقى مستوى متغير تماماً على المستوى في منتخب مصر وده اللي خلى مستوى هيكتور كوبر إنه يستبعده والمهنس إيها بلهيطة قال إن اللعبة اللي تم استبعدهم عليهم دعوا إنهم يكونوا متواجدين معنا في بلجيكا عشان يكونوا مكملين مع معسكر المنتخب في منهم فضل إنه غادر وفي منهم فضل إنه يبقى الأمور طبعاً بتبقى صدمة كبيرة جداً للعيبة ولكن في الأخير طبعاً هو دي اختيار المدر المدرب هو دي كرة القدم يعني هو بيقول لهم حتى مستوى كوبر قال إنه أنتوا عندكم فرصة إنه تكونوا موجودين في المنديلات أو في البطولات القادمة ولكن في هذا الأمر الموضوع بيبقى حسب اختياراتي وحسب اللي أنا شايفه عن الوضع الحالي خلينا نتكلم إنه بكرة منتخب مصر هيلاعب منتخب بعد بكرة هيلاعب منتخب بلجيكا وإنني هيكون جاهز لهذا اللقاء الناس كلها تكلمت إنه محمد صلاح في غيابه عن منتخب مصر المنتخب يفتقد الكثير وده وضع طبيعي إحنا معنا على الهاتف الكاتب الصحفي والناقض الرياضي الكبير أستاذنا كبير وأستاذ حسن المستكاوى مساء الخير يا فندم كل صحرك طيب مساء نورة يا ربك باتنا كل سنوى 30 جميع وحارتك طيب ودائما كده بنرحب بيك على شاشة قناة الأهلي وعايزين نعرف من حضرتك رأيك في اختيارات مستر كوبر لقائمة المنديل هو طبعا يعني أعتقد كل الناس كانت متوقعة القائمة ومتوقعة كمان في كل الأساس اللي ما بتغيرش من قطرة طويلة إلا للزبط يعني الصباطة ويعني حالات متى جدا لأنه هو ده وفشه دي وفشه دي رعبينش بيغيره هو أنا بدافع وفشه دي رعبينش بيغيره وأنا يهمني أن أنا أبني بتعطيك وحاول أتوقع للحجوم وهي ده اللي موقع شوية الأسماء للناس بيتقولها يعني أنا لا أعرف طبعا من مشكلة أو من الناس اللي بتتترج على خورة بيصبحوا عام رسولية بيصبحوا من الشحات بيصبحوا أسماء بريد كلمان مثلا لكن المدار دي رجي تطر دي معايير بتحكمه في الاختيارات أنا مش ببادر الاختيارات أنا بكش بقول هو دي اختارت المجموعة دي وعايز منها ايه وكمان أعضل أقول لك التشكيل الأكاسي هيبقى مين وهو عاملنا التشكيل عشان ايه هو الله عايز بعيبة تعمل حاجات معينة مش لعورة وليد أو عامر بصولية أو حتى حسين الشحات في مع طريقه الأدوار مختلفة ممكن تبقى تعمل دور مع طريقه بتاعك في الأمارات أو في أهلية وغيره لكن هاي بطور مقيد جدا في المنتخف وهي دي طبعا من وجهة الوظف بتاعك أنا بأتكلم تعريبا من تاني بصرح أولي اختار الأسماء دي طيب بالنسبة لحارتك وبالنسبة للجميع الأسماء كانت متوقعة هل حتوقع أن كوكا سيتم استبعاده؟ كوكا سيتم استبعاده؟ كوكا أحمد حسن كوكا يا فن لا أنا معلش أكافل أنا مستمع كوي طيب حارتك هل كنت تتوقع استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجل برتغالي؟ والله ده يعني يمكن متاجعة سيارك برطو برطو يعني القرار برطو بالنسبة لي أنا شخصيا ممكن كان يخص يعني مش يعني التجارب الأخيرا برطو كانش فيه يعني جمسة حقيقية واضحة طيب أستاذ حسن المهم عنده جعيب اللي بيجي تهوي اللي بيجي تهوي الجامل 18 وهكذا فعلى أن تجد أنت المرأة المحصل بعدين هو كمان اختياره المرأة المحصل واضحة يعني مستقرة عليه حتى بعد من سبب مباشرة نعم ده حقيق أستاذ حسن يعني عايزة أخذ رأي حضرتك اللقاءات الودية لاستعدادات آخرها التعادل أمام كولومبيا بعد غد حيكون في لقاء أمام بلجيكا هل حضرتك تشايف أن المنتخب بستعد جيدا للمنديال؟ أخص يعني معلش هو السعداد متأخر في جميلة واحد نعم صغير الغير كده أقن طول عمري مش لشأة كوفر بس ماينفعش أقول أنا بساعدة لكوفر يعني إيطاليا وغولندا مليش نغيني من ديال تمام دلها من ديال ومع غيرت لياب وماتش ودي نعم اللعبوه اللعبوه اليوم يربط الاعداد والتجارب بطولة امم الطاقية او بطولة كسر عالم العالم مزداش كده نعم طب عشان كده تنش بتدي فرصة اللعبة تانية هو انت اجردش احتمل الشحات بجد يعني الحقيقة يعني يعني كان في تجربة يعني عايز تقول لي انه ممكن احتمل الشحات كلها بثلث ساعة فانت قلت انه مصلحش للمنتخب مثلا يعني معقولة عشان تعمل ده يجب ان تعمل بمنامج اعداد حتى مع الفيفا دي وانت من غير مطلوبة بطولة طبعا انا عارف الوقت والمشاط الدوري والاسترات الاخرية وكذا انما يجب ان تعمل خطة تتواكب مع المشاط المخالي عشان الجيل جديد من الرعيبة مش مرور تبقى تبعى 3 سنين او سنتين بنفس الاثناء 11 او 13 او 14 اش نعم واعتقد ان الحدوشر مش اطواره كثيرا انا فندم في المونديال يعني الحقيقة ناقص روية ومش قادر تجدي فرص حقيقية بمعنى فيلم حقيقية للعيبة ثانية شوف نعم طيب استاذ حسن بالنسبة لطريقة الاداء الناس بتنتقد دايما طريقة اداء مستر كوبر الناس دايما عندها امال وطموحات انه بتحب ان منتخب مصر تشوفه بيلعب كرة هجومية هل ترى ان طريقة كوبر هي الانسب هل ترى ان المنتخب لازم يغير من طريقة اداءه يعني عايز اعرف رأي حضرتك في هذا الامر يا كابتر ده وقت سوديت خلاص ما يتعش يعني حتى مش النهار ده ولا حتى من شهرين مش حيغير الطريقة ومن ده سيقفل منه ده مهمة واحد انا موطرة على الطريقة وانا اعتقد ان كل اناس موطرة على الطريقة وممكن نلعب بصد كسر عالم وانا نلصد دور سنتصر يا رب وانتكبت ويبقى احنا مغلطانين ماشي يعني موسيقى بس الحقيقة احنا انا واجب انا شخصيا اننا انا وزمالي يعني لما نشوف حاجة ثمنايا احنا مش مقتنعين نقولها لنا ممكن بكرة نكتب بجيش او بعض ممكن نكتب بجيش حاجة تشعيد جدا وحاجة تبقى جميلة انما انا عايز سوبر يفسر لي تونس ليه تلعب كده المغلط ديه تلعب كده مقشط وتبقية وتعمل نتائج تبقى هداف وتبقى المطش تبقى المطش تينس ليه احنا دايما موقف الدفاع ليه دايما اللعيرة من انتخابنا بيجاة من نص ملعبه ليه مش قدين نعمل ست سبعة نقلات تبعيين يعني حاجة مده هجمة من وراء ليه مش قدين نعمل ده هل ده يعني عايز حجي هل ممكن يشتون ديه هي انت الشخب بتاعته طبما فيه مداربين كبار جدا زي يا لاجني زي كونتي زي حتى مورينيو بيجاب هل يعمل كونترا بيجاب او بيهاجم لما بتعمل بتاخذ الكورة معاك انت بتعمل ديها ايه والله هل يبدو كانت بدنا سنتين وحتى هلقول وإحنا بنوصل النهاية كاف أمم أفضل بس يعني الناس ستعاد النتيجة النهائية بتلسيهم نعم احنا شكرا نظام الملعب هل يكفي الناس عندنا 11 مخاتل ولا احنا عايزين كورة شوية ده رأيس المنتخب دي الحقيقة يعني وده رأي عام كبير جدا ايضا يعني استاذنا كبير استاذ حسن المستكاوي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة تحدثنا فيها عن الكثير من الأمور تحدثنا فيها عن طريقة استعداد منطخب مصر وبعض من الناس اللي مش عجبها طريقة اداء مستر كوبر شايفين المنتخب قادر ان هو يقدي اداء افضل من ذلك لكن خلينا ايضا ناخد الامر بشكل اخر ان الراجل هو دي فلسفته والناس اللي اتعقدت ما عارف ان ده فلسفته لم نفاجأ بهذا الامر وبرضو زي ما قال استاذ حسن هاتس تولي الحاجات المهمة الآن هو علينا الدعم الكبير لمنتخبنا ان شاء الله يحقق حاجات جميلة في المنديل خلينا نروح لقائمة المنتخبات الاخرى نروح لقائمة المنتخب عندنا المنتخب السعودية وعندنا المنتخب ارجوي هنبتدي بالمنتخب السعودي اللي موجود معنا وكان اشتركوا في القناة